يواصل المنتخب الوطني للسباحة تحضيراته للمشاركة في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية للصلاة المغلقة والفنون القتالية والتي ستقام في عشقباد منتصف الشهر الحالي وكثف منتخب السباحة تحضيراته في الأيام الماضية بإشراف المدرب يحيى الصلط للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية البدنية قبيل المشاركة في دورة عشقباد وسيمثل منتخبنا الوطني في الدورة الآسيوية المقبلة عشرة سباحين وسيشارك منتخب السباحة قبيل توجهه إلى عشقباد في البطولة الأسوية التاسعة للفئات العمرية والتي ستنطلق في العاصمة الأوزبكية تشقند يوم السادس من الشهر الحالي وتستمر حتى السابع عشر من الشهر ذاته تمكن نادي باريس سان جرمان الفرنسي من الضفر بخدمات الموهبة الشابة مبابي قادما من مواطنه نادي موناكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد تفاصيل أوفى عن هذه الصفقة في هذا التقرير بعد مد وجزر وطول انتظار أخيرا الموهبة الفرنسية الشابة مبابي ينضم رسميا إلى نادي باريس سان جرمان رغم عديد الأندية الأوروبية التي حاولت التوقيع معه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية نادي باريس سان جرمان ذكر في بيانه بأنه يرحب بإعلان انضمام كيليان مبابي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل مع إضافة بند لشراء اللاعب في الموسم المقبل بصفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو وتعد صفقة مبابي ثانية الصفقات الكبيرة التي يبرمها باريس سان جرمان الفرنسي هذا الموسم بعد أن ضم البرازيلي نايمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة لينضم أيضا إلى داني ألفش الإسباني يوري بيرتشيش لاعب ريال سوسيداد مبابي الذي له من العمر 18 عاما انفجر الموسم الماضي وقاد فيه مناكل الفوز بالدور الفرنسي بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي دور أبطال أوروبا مسجلا 26 هدفا وصانعا 14 هدفا في الموسم الماضي في كل البطولات ونبقى في سوق الانتقالات حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع اللاعب أليكس شامبرلين وأكد البيان الرسمي الصادر عن ليفربول أن التعاقد مع شامبرلين جاء من أرسنال بمبلغ قدره 35 مليون جنيه سترليني مقابل عقد طويل الأجل ولم يكشف نادي ليفربول عن مدة عقد لاعب خط الوسط لكن بعض الصحف البريطانية تؤكد أن العقد يمتد لخمسة مواسم وتشير بعض التقارير إلى أن ليفربول سيوافق على بيع الجناح البرازيلي فيليب كورتينيو إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو بعد التوقيع مع شامبرلين ليبقى الباب مفتوحا حتى اليوم كون سوق الانتقالات في إسبانيا يتأخر يوما كاملا عن الدوريات الأربع الأخرى لتكون الساعات المقبلة مشتعلة لمعرفة إذا كان كوتينهو سينتقل أم لا حسم التعادل السلبي مواجهة منتخباء أوروغوي والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا وكان لمنتخب الأوروغوي أفضلية نسبية في الشوط الأول من اللقاء إلا أن ميسي ورفاقه رفعوا من سوية أدائهم في الحصة الثانية لكن هز الشباك استعصى على المنتخبين ويتصدر منتخب البرازيل التصفيات برصيد 36 نقطة بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد وتعادلت كولومبيا صاحبة المركز الثاني برصيد 25 نقطة بدون أهداف مع وينيسويلا متديلة الترتيب واصل النجمان روجيف فيدرر ورافايل نادال مشوارهما في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن تأهلا إلى الدور الثالث من المسابقة التفاصيل في هذا التقرير في سعيه لتحقيق لقبه الثالث في هذا الموسم من البطولات الأربع الكبرى لكرة التنس وصل السويسري روجيف فيدرر تقدمه في بطولة أمريكا المفتوحة وتأهل للدور الثالث من المسابقة وجاء فوز فيدرر على حساب الروسي ميخايل يوغني بواقع ثلاث مجموعات لاثنتين أربعة لستة وستة لاثنين وستة لواحد وواحد لستة وستة لأربعة واستطاع فيدرر أن يحافظ على سجله الرائع في مواجهة يوغني حيث حقق فيدرر الفوز في جميع المباريات التي خاضها أمام هذا اللعب خلال مسيرتهم الرياضية حتى الآن وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يحتاج فيها فيدرر لخمس مجموعات لحسم المباراة وأحرز فيدرر لقب بطولتين أستراليا المفتوحة وإنجلترا المفتوحة في الموسم الحالي وعينه على تحقيق لقبه الثالث في بطولات الجراند سلام ويلتقي فيدرر في الدور الثالث مع الإسباني لوبيز المصنف الخامس والثلاثين عالميا والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على مواطنه فرناندو فرداسكو وفي لقاء آخر تأهل الإسباني رفائل نادال المصنف الأول عالميا إلى الدور الثالث من منافسات فرد الرجال وتغلب نادال على الياباني تارو دانييل بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بنتيجة أربعة لستة وستة لثلاثة وستة لاثنين وستة لاثنين